الحكام العرب لوقت طويل كانوا بيدخلوا في حروب وصراعات كتير ولا بيهمهم طب ليه ولا بيهمهم؟ للدرجات دي عندهم شجاعة وإقدام وقوة وسقة في الانتصار؟ لا خالص ولا أي شجاعة ولا فيه بربع جنيه إقدام عندهم الموضوع ببساطة أنه هم داخلين الحرب بيبقوا عارفين أنهم سواء انتصروا أو انهزموا في الحالتين هيقولوا لشعوبهم أنهم انتصروا عادي وعارفين أن الشعوب هتصدق برضو عادي لما جيت سنة 56 الجيش المصري كان لسه هش وضعيف وده كان طبيعي جدا نتيجة سنين طويلة من الاحتلال الإنجليزي اللي كان بيرفض يدي أي فرصة للجيش المصري عشان يبقى قوي أو يتدرب ويتسلح بشكل مناسب والأربع سنين اللي كانوا عدوا من وقت يوليو 52 ما كانوش كافيين أبدا لتطوير قوات المسلحة المصرية ولما حصل العدوان السلاسي في نفس السنة ودخل الجيوش فرنسا وبريطانيا وإسرائيل مصر على خلفية تأميم قناة السويس انتهى الموضوع بانسحاب الجيوش الثلاثة من مصر وكان السبب الرئيسي في الانسحاب ده هو التدخل الصارم والمباشر للاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية لفرض وقف اطلاق النار وانسحاب الدول الثلاثة طب ليه؟ طبعا أمريكا ما كانتش خايفة على مصر ولا حاجة ولا عشق عبد الناصر في الظلمة الموضوع كله كان يخص مصالح الأمريكان في المنطقة ورفضها لعودة بريطانيا وفرنسا كدول استعمارية مرة تانية ورغبتها في أسقاصة ريشهم لصالح زيادة نفوذها ووجودها هي من الآخر كده الأمريكان قالوا إيه ده؟ إيه فرنسا أنت وبريطانيا هتعملوا لي فيها تاني دول محتلة؟ أدخل أطلع لكم هتلر من التربة يقول لكم كان بيعمل فيكم إيه؟ نسيته لما كنت بتبوسوا ولاياتي ولاية ولاية عشان أتدخل في الحرب وألحقكم إن شانب هتلر اللي ما بيرحمش؟ خلاص دلوقتي خفيته وفتريته؟ ورجعين تعملوا لي إمبراطوريات زي زمان؟ لا مفيش الكلام ده دولة منك لها منطقة الشرق الأوسط والعالم كله يلزمني وما عندناش أماكن فضية لدول عظمة غيري يلا حبيبي كل دولة تروح تلعب عند بيتها عشان هنرش معي وده اللي حصل فعلا وجيوش الدول التلاتة انسحبوا ده اللي حصل وده اللي العالم كله عرف وقتها وبفضل التدخل الأمريكي والسوفيتي حصلت مصر على ناصر سياسي بس عبد الناصر وشلته إعلامه قالوا كلام غير ده اللي تقال ساعتها إننا انتصرنا عسكريا على العدوان السلاسي والجيوش التلاتة طلعت تجري من الجيش بتاعنا بعد ما هلهلها خالص وإن عبد الناصر كان واقف زي الأسد ومسك في كل إيد سلاح وأول ما لقى التلات جيوش داخلين عليه قال إيه ده انتم قوموا مني عشان تلات جيوش بس وروحوا شوفوا لك 4-5 جيوش كمان تحارب معاك وضضي عشان المعركة تبقى متكافأة وما بقاش مفتري عليكم وعبد الناصر مسك الجيوش التلاتة وفيني وجاعك لحد ما جريه قدامه زي الفراخ ولول انه ما كانش فاضي كان طلع وراهم واحتل بلادهم كمان ده الكلام اللي تقال والناس صدقت وهيصط وعبد الحليم غنى وناصر اتشال على الكتاف باعتباره القائد المظفر اللي كسب الحرب لوحده من غير مساعدة وزا قولنا ان عبد الناصر واللي معاه كان طبيعي ان هم يعملوا كده ويستغلوا اللي حصل ويقلفوا سيناريو على مزاجهم ويكذبوا فاللي كان مش طبيعي ان الناس كلها تصدق الكلام بالسهولة دي صحيح وقتها كان الاعلام الناصري هو اللي مسيطر وما كانش فيه غيره وكان صعب الوصول للحقيقة انما لازم نقول برضو ان الناس لما صدقوا اهملوا المنطق تماما هو فين جيشنا ده اصلا وفين سلاحه عشان ينتصر عسكريا على ثلاث دول منهم دولة كانت محتليانة العشرات السنين ازاي حققنا الناصر اللي بيقول عليه ده وبأمرت ايه الحقيقة ان الناس ما استخدمتش المنطق ولا حاول تفهم الحقيقة ولا تدور عليها لسبب مهم جدا وهو انهم كانوا عاوزين يصدقوا عاوزين يقتنعوا باللي بتقال حتى لو مش مقنع عاوزين يفرحوا بنصر عسكري ويصدقوا ان جيشنا قوي وزعيمنا ملحوا مع الدينة ومحدش يقدر عليه فلما تقال لهم كده ايه الكلام عجبهم وجي على مزاجه وما حاولوش يدوروا وراه او يشكيكوا فيه لانهم مش عاوزين وقافر دورنا وراه الكلام واكتشفنا حقيقة مش على هوانة هنكسب ايه بقى ساعتها نفهم اللي حصل وانعاكنا على نفسنا يعني لا يا عم افتح الله وعلى ايه الكتب الحلو اللي يفرحنا احسن من الحقيقة اللي اتدايقنا اللي بنقوله ده واللي حصل فعلا بعد العدوان السلاسي اتكرر كتير قوي في تاريخ مصر وفي تاريخنا كعرب وفي تاريخ العالم كله كمان بس بشكل اقال شوية يعني في العالم برضو الشوم مش مكشوف قوي زي الانظمة العربية عشان يكتبوا بخصوص تفاصيل ونتائج حروب ومعارك انما عندنا في البلاد العربية الحكام بيعملوا كده عادي ولا بتتهزلهم شعرة والاغرب ان في اوقات كتير قوي الناس بتمشي وراهم وبتصدق وبيهملوا الحقاية والمنطق وحتى اللي شايفينه بعيونهم كمان واذا كان في حرب 67 النظام حاول في اول 3 ايام انه يوهم الناس اننا منتصرين واننا عمالين نوقع عليه النهار في طيارات العدو الحد ما خلصت ومش لقين حاجة نوقعها واننا احتمال نشتري لهم طيارات على حسدنا عشان يطيروها ونقوم احنا موقعينها الا انه مقدرش يستمر اكتر من كده في الكدب لان الفضايح بقت بجلاجل وفي كل حت والمطارات مضروبة والجنود بيرجعوا من سينا جاري بعد قرار الانسحاب واخبار الهزيم اللي نازلت رف علينا وعلى كل الدول العربية مالت الدنيا كلها فاطر عبد الناصر اسفا انه يطلع يقول اننا تهزمنا وانه هيتنحى بعد ما كدب عليهم طول الوقت اللي فات وكان مفاهمهم اننا هنرمي اسرائيل في البحر وهنصلي الجمعة الجاية فتا لقبيب العجيب بقى ان رغم ان عبد الناصر بذات نفسه طلع قالوهم اننا انهزمنا اللي ان الناس برضو مسدقوش ورفضوا ان عبد الناصر ياتنحى وطلعوا في مظاهرات لتأييده ومنعوا من ترك السلطة يا جدعان ده انا بذات نفسي بقولكو احنا تهزمنا وسينا اتخدت وانا المسئول لا يا عم انت ما تهزمتش انت القائد المنتصر اشعرفك انت اكيد دي مؤمر تلاقي بس اسرائيل هجمت الصبح بدري وانت كنت نايم فما خدتش بالك او تلاقي امريكا حربت معهم انما لو اسرائيل كانت لوحدها كنا هرسناها الناس بدأت رغم ان الحقيقة قدامها بدأت تخلق بنفسها مبررات عشان ما تشوفهاش ويقلفوا سيناريوهات عشان يقنعوا نفسهم ان الهزيمة ما حصلتش وحتى لو حصلت فاكيد وراها مؤمر الناس هنا مستنوش لما النظام يكذب عليهم النظام متنيل على عينه مهزوم ومشفاضي فالناس يشكتوا بقى لا اتطوعوا كذبوا بنفسهم وصدقوا كذبه لنفس السبب اللي قلناه قبل كده ان الكذب مريح بالنسبة لهم وجاي على مزاجهم وبيديهم احساس ان مفيش مشكلة حصلت اصلا وده شيء لطيف جدا ولو طلعنا من مصر وبصينا على دولة عربية تانية وهي العراق هنلاقي ان في حربها مع ايران اللي استمرت سنين طويلة في معارك كتير جدا حصلت اعلم فيها النظام العراقي عن انتصار قوته وباقت ايام مجيدة للعراق في الحرب والحقيقة كانت عكس كده ده مش بس ما حصلش انتصار ده حصل العكس بالزبط الجيش الايراني كان بيبقى هو اللي انتصر في المعارك دي منهم مثلا معركة الجيش الايراني قدر يتوغل في الاراضي العراقية لحد منطقة بحيرة السمك المواجهة للبصرة ويحط ايده عليها في يناير 87 ومع ذلك طلع الجيش العراقي في اليوم ده عشان يعلن انه انتصر ويلا الف مبروك ايموا الافراح ووزعوا الشربات وشغلوا الاغاني الوطنية والناس صدقت واحتفلت والحد النهاردة في عراقيين بيعتبروا اليوم ده من اعظم ايام الجيش العراقي وزي ما نفس النظام حاول يقنع الشعب العراقي انه انتصر في حرب الخليج التانية وان الامريكان العلوج في 2003 عملين يعيطوا يدبديبوا قدام اسوار بغداد عشان مش عارفين يدخلوها وبيتحيلوا على الجيش العراقي طب دخلونا شوية وطلعونا تاني طب دخلونا واقتلونا عادي او خدونا اسر احنا راضيين بس ما تسيبوناش مرمين على الحدود كده في البرد ده خلوا في قلبكه رحمة والناس فضلت مصدقة لحد ما صحوا على كابوس سقوط بغداد والحد ما شافوا راس النظام اللي كان عمالي يوهمهم بالانتصارات دي طالع من حفرة على ايدي المارينز والحقيقة ان موضوع تسديق الكذب او احيانا تطنيش الحقيقة مش بيحصل بس في الاحداث الكبيرة والحروب والمعارك ده بيحصل كل يوم في الحياة العادية لانه زي ما قولنا بيدي شعور بالراحة وان ما فيش مشكلة فيه اباق وامهات كتير بيفضلوا طول الوقت ينكروا ان عيالهم مضمنين حتى لو ظهرت كل اعراض الادمان عليهم برضو بيفضلوا ينكروا لو دخلوا عليهم القوضة ولقوا البدرة قدامهم هيقولوا انه جاي بدي ايه عشان يعمل لهم كيكة الانكار ده هدفه انهم يهربوا من المشكلة بانهم يقولوا انها مش موجودة وطالما مش موجودة يبقى احنا مش مضطرين نحلها او نواجهها وزي ما بنشوف احيان كتير ستات اجوازهم بيخنوهم صبح وليل بمنتهى الغشومية وبيسيبوا وراهم الف دليل على الخيانة ومع ذلك الستات دول بيعملوا نفسهم مش شايفين الادلة دي عشان ما يضطروش يطلعوا المشكلة للنور ويبقى لازم يواجهوها وياخدوا فيها موقف او قرار فبيفضلوا يقنعوا نفسهم باخلاص رجالتهم وان الادلة دي مش موجودة ايه يعني لقيت رجع لقميصه ما يمكن شريكه ايه يعني لقيت رجع لرقابته ما يمكن ده مرض جلدي بيعمل له حمراء الربنا يشفيه يعني اشكي فيه بدل ما جيب له كريمي علبه ايه اللي تزوق اللي انا فيها دي واخد من ده بقى مثلة كتير كلها بتقول اننا كافراد بنميل في احيان كتير لتسديق الكدب وانكار الواقع عشان نريح نفسنا وما نتضايقش وما نضطرش نواجه حقيقة جرحنا او تكسرنا او تخلينا نضطر نواجهها او نفكر في تغييرها لو رجعنا للانتصارات والهزيم في تاريخنا وتزدقنا في اوقات كتير لانتصارات وهمية لانها على مزاجنا وبتحقق طموحاتنا حتى لو كانت بالكدب هنفتكر اسطورة مهمة جدا قطاع كبير من الشعب المصري ارتبط بالاسطورة دي وصدقها وهي اسطورة رقفة الهجان ده اسم المسلسل اللي اتعمل في بداية التسعينات عن شخصية رفعة الجمال الجسوس المصري اللي المخابرات كانت زرعها في اسرائيل في الستينات الناس ارتبطوا بالمسلسل جدا وعجبهم وصدقوا كل اللي تقال فيه صدقوا ان رقفة الهجان دحك على الصهينا واحد واحد وانه جاب لنا دولة اسرائيل بقياداتها وحكومتها وجيشها وشعبها في شوال وانه نقل معلومات لمصر عن الجيش الاسرائيلي الجيش الاسرائيلي نفسه ما يعرفهاش وانه مش بس كان بيقولنا الاسرائيليين بيفكروا ازاي وايه السلاح اللي عندهم والسلاح ده فيه كم طلقة ده كان قيلنا عدد الشعر اللي فرج لموش ديان ومطبخ جلده مقير فيه كم طبق صيني ومن ضمن المعلومات المهمة اللي جابها لنا كان معاد الهجوم يوم 5 يونيو 67 الناس شافت المسلسل وانبهرت وصدقت صدقوا لأنهم ما صدقوا يصدقوا ان كان عندنا حد علم عصهاينا وضحك عليهم الناس كانت عاوزة تصدق وجود البطل ده اللي دوخ الاسرائيليين من الآخر الكلام كان على مزاج الناس وبيحقق احلامهم فامنوا بيه امنوا بيه في مسلسل تلفزيوني رغم من الحقيق ووثائق الدولة المصرية نفسها وقواتها المسلحة بتقول كلام غير كده خالص بعد حرب 67 تم تكليف الفريق عبد المحسن مرتجي قائد الجبهة الشرقية وقت الحرب بكتاب التقرير كامل عن اللي حصل وقت الحرب وقبلها وأحوال القوات المسلحة ساعتها التقرير الرسمي ده اتكتب فعلا وتقدم للرئاسة تحت اسم أمانة في التقرير ده وفي المذكرة الرسمية كتبها الفريق محمد صادق مدير المخابرات الحربية في الوقت ده اتقال ان من اكبر مشكلات مصر وقت الحرب كان عدم وجود معلومات وافية عن الجانب الاسرائيلي وان مصر ما كانش لها اي جسوس داخل اسرائيل له اهمية او قيمة او بيمدنا بمعلومات في الوقت اللي اسرائيل كان عندها عدد كبير من الجواسيس داخل مصر تقرير امانة ومذكرة صادق رغم ان هم بينسفوا تماما كل اللي بيتقال في المسلسل عن رقفة الهجان وبطلط وانه لا جاب معلومات ولا جاب سندوتشات حتى اللي ان الناس صدقت المسلسل وكذبت التقرير الرسمية انت عاوزين ننصدق ان رقفة الهجان ما كانش بطل واسطورة ده تلات اجزاء جدعان لو كان جزء واحد كنا كدبناها ماشي انما دول ثلاثة طب محسن بيه ممتاز طب استر بولينيسكي طب مصر امانة في رقابتك يا رقفة نكدب كل ده ونصدق انه ما كانش بطل ولا اسطورة لا طبعا هنصدق المسلسل ونكدب الوسائق لان المسلسل بيقول اللي احنا عاوزين نصدقه انما الوسيقى بتعمل العكس بتفوقنا على حقيقة احنا مش عاوزينها ولا تلزمنا فبلوها واشربوا ميتها ويسيبوا لنا المسلسل هنعتبروا حقيقة مالجوش دعوة انتم الاكاذيب في اوقات كتير بتبقى عاملة بالزبط زي المخدرات بتكيف الناس وتبسطهم وتفقدهم الوعي فناس كتير بيلجأوا ليها عشان ما يشوفوش الحقيقة المرة خصوصا لو كان الكتب ده متوافق مع افكارهم وبيحققها عندك مثلا حديث خير اجناد الارض اللي فيه قطاع كبير مصمم انه يصدقه القطاع ده بقى لو قعدت عشر سنين تقوله بالأسانيد والأدلة ان الحديث ضعيف وان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهوش لا هيسمعك ولا هيبص على الأسانيد ولا الأدلة مهما كانت معتبرة وصحيحة عالميا كل اللي هيعمله انه هيتهمك انك خاين وعميل وضد البلد ومأجور وهيفضل مصدق الحديث وهيفضل ما يبصش على اي أدلة ممكن تنسف اللي هو مصدقه ده كأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بوئدنه وهو بيقول الحديث لانه ببساطة عاوز يصدق ان الحديث صحيح دي المعلومة اللي على مزاجه فهيروح لها وهيروح لللي بيقولها وهيسمع منه وهيقتنع بكلامه مهما كان كلامه غلط وتخريف ومش منطق الانظمة الديكتاتورية اللي زي حالتنا كده في العالم العربي بيستغلوا في أوقات كتير الشعور الوطني عند الشعوب ويبدأوا يقلفوا لهم انتصارات واساطير بتلعب على تيمة الوطنية دي وهم عارفين ان الناس هتميل لتزدقها مهما كانت وهمية وغير منطقية وحتى بعد ما الكتبة تنكشف بتكون خلاص ثابت انطباع عند الناس انها حقيقة وامنوا بيها والكشف عنها في أوقات كتير ما بيغيرش حاجة عبد الناصر تهزم وتكشف وطلع كل اللي بيقولوا عن قوتنا كتب ومع ذلك الناس فضلت شايفة انه القائد المنتصر وانه جدير يستمر في السلطة وينزلوا يطلبوا بنفسهم بالاستمرار وبرى العالم العربي اللي امريكان انتخبوا بوشي الابن للمرة التانية عادي جدا رغم اكتشافهم كتبه بخصوص وجود أسلحة دمار شامل في العراق الكتبة اللي على حسها ضرب العراق واحتلها لكن هما رغم انكشاف الكتبة قطاع كبير منهم فضلوا مصدقين انه حماهم من خطر رغم ان ظهر ان الخطر ده مش موجود أساسا نفس فكرة تزيق الغربي الموضوع ان الارهاب مرتبط بالمسلمين رغم ان زيف الكتبة دي بينكشف قدامهم كل يوم بس خلاص هو انطباع ترسخ جواهم ومريحهم وبيتصرفوا على اساسه وبيستفيدوا منه وحتى مع انكشاف الكتبة اللي انت بعدها ما بتغيرش كل اللي فادة بيقول لنا ان في اوقات كتير جدا زرع معلومة في ذهن الناس وتكرارها مهما كانت غير صحيحة او غير مقنعة بيرسخ المعلومة دي في دماغهم وبيصدقوها خصوصا لو كانت المعلومة دي ماشية مع اتجاهاتهم او طموحاتهم او على مزاجهم هيصدقوها ويأمنوا بيها ويعتبروها حقيقة وحتى لو كتبة انكشفت هيفضلوا مصدقينها لان تصديق كتبة مريح بالنسبة لهم اكتر من تصديق الحقيقة وبيعفيهم من القلق او تفكير في وجود مشكلة او كارثة او هزيمة حصلت وانظمة حكم عربية وحتى اجنبية بتستغل ده وبتلعب عليه وبيحولوا هزايمهم الانتصارات قدام شعوبهم وهم عارفين ان الشعوب محتاجين يصدقوا ان هم انتصروا ومش هيدوروا وراهم بس فكك من ده كله لان معنا اليوم حدوتا لو احنا يا بالحج مش مكتوب لنا الفرحة ابدا ولا ايه العبارة حتى يا بالحج يوم مولد سيدة ونواشي اللي بنستناه من السنة للسنة لجل ما نفرح ونهيص وننسى الفقر والجوع ونفتح عينينا ونكل ملبن ونتفرج على الغوازي يبوز من اول ليلة والحكومة الغي اللي حصل يا بالحج ان المولد بعد ما تنصب في اول عماره والليلة انفضت والناس روحت ام في الصبحية نسمع سريخ من نواحي الترعة ايه اللي حصل اتاب الود بعزة السماك يلاقي سحلب الينسوني حاول مولد اللي من بره البلد مرمي حد الترعة وودانه مقطوعة وبتشلب دم بس الاكادة الود لسه فيه الروح ام ياخدوه على الاسبيتالية والود يا ولده من اللي حصل في ودانه يطرش ومن كتر الضرب اللي كله لسانه يتقل ولما الزابط يسأله مين اللي عمل فيك كده يا ابن المواشي الود ما يسمعهوش ولما ييجي يحكي من نفسه لسانه ما يطوعهوش ولما يقولوا له اكتب يطلع جاهل وما بيعرفش يفك الخط ام البيه الضابط يدي اوامره للعساكر يلمه رجالة ونسوان البلد تمن ويعرضوه مع الود ام الود اول ما يشوف حده والمكباتي وعنبايا العتيق يهيج يا ابا الحج زي اللي لدغيته عقربة والبيه الضابط ياخد النفارين عن نقطة ويعلقهم من محاشيمهم وهاتك يا كهرباء ونفخ لحد ما اعترفوا باللي حصل يقول لك ابا الحج بعد ما سحلب خلص نمرته في المولد في الليلة الغابرة اياها طلع يتمشي حدا الترع ام حديوة وعنبايا يترصدوله في الغطاء واول ما يشوفوه يخدروه ويحطوه في شواء ويطلعوا بيه على الترع والوادي فوق يلاقي حديوة وعنبايا واقفين قباله وبيتحكوله وكل واحد فيهم في ايده طاصة فضية وصحني فيه اعدام ملوخية خبر يا رجالة انتو مين قالوله ما تخافش هسحلة انت في الحفظ والصوم انت هتفضل معانا بس شوية كده لحد ما نصل بطولنا ونتأوأ وهنسيبك طوالي والوادي مايفهمش حاجة ويقول طب عاوزين مني ايه انا ما فيش حدايا فلوس يقول له فلوس ايه يا رجل انت عندك اللي احلم الفلوس يلا بقى ولا اعمل لمريتك ولا فينا قال فيكو يا رجالة حديوة يقول له طلع من ودن بيضة ومن التانية ارنب زي ما بتعمل في نمرتك في المولد وهنفضل ناخد منك ارانب وبيض لحد ما نشبع وبعدين يسيبك تروح لحالة وسحلة بيوطم على صداغه بيض ايه هو ارانب ايه دي نمره يا رجالة خفة يد البيضة والارنب دول عدة الشغل اللي ما بتتغيرش بس تلمهم اول الليل وسلمهم من صاحب المولد لما خلص نمرتي انما انا ودني لا فيها بيض ولا ارانب ولا حتى ديوك رومي وحد ديوة وعنبايا ما يصدقوش الواد والواد يحلف وبرضو ما يصدقوش واخر مزهق منه وابل حاج يكتفوه ويقولوله احنا هنطلع البضو الانارب من ودنك بايدنا يا ابن الحرام وكل واحد يتلفى كزلك وهاتك يا نخورة وتقطيع في ودان الواد وضرب في جتته لاجل ما يقرم خب الانارب فين وفضروا على الحال ده لحد ما النهار شقشق وهم مش حاسين وما يفقوش اللي على صوت خطوي بعزة السماك وهو مقرب على الترع قوم يرموا الواد ويقولوا يا فكيك ونعرف الحكاية كلنا يا بل حج ونضرب كف بكف والمطايبات يقول لله خيبك يا حدي وانت وعنبايا له عشان تدوروا على الاراني بتعملوا كده في ودان الواد يا بهاي ما كنته قربته من ودانه ورقة خص ولا جزرايا والاراني كانت هتطلع لوحدها وما كنتش روحوا في ده يا كير وكلنا نقمن على كلام المطايبات يا بل حج عيال اغبية وما عندهمش بقرشي سغمخ ونشوفكم على خير ان شاء الله